روح يبينا بقى على اللي مشرفنا شوف بقى اللي جاي ده يعني خبر مبارح مش فكرة بس الخبر حنتكلم في النقطة دي بس في حاجة كمان عايزين نروح لها او نتطرق ليه خلينا نبدأ بس بيه الموضوع كان ايه طبعا محمد صلاح مبارح زي ما حضراتكم شوفتوا اللي لبا دعوت الامير بريطاني ويليم لحضور رحاف لجائزة اللي اعلننا عنها برضو هنا من يومين earth shot المقامة لتكريم هناك الاشخاص اللي قدموا حلول المشاكل البيئية يعني حاجة كانت معمولة زي مسابقة كده كل شخص بيقدم بيشوف حلول من وجهة نظر ومن وجهة دراسات عملها يعني whatever بس انت في الاول في الاخر لمصلحة البيئة القصة كلها معمولة بنتكلم او قولنا قبل كده برضو محمد صلاح يعني هو لاعب الكرة الوحيد اللي كان مدعو لهذا الحفل والجائزة برضو خليني ينوى عنها هي بتقامل المرة الاولى وبيحصل عليها مفروض يا كريم خمس فائدين بيقدموا حلول زي ما انا قلت للمشاكل البيئة وبتقام برعاية العائلة البريطانية الملكة محمد صلاح خليني يقول لحضراتكو يعني مش قصة بس مصري وعربي وافريقي واول مرة تحصل ولعب كرة قدم يعني الاوحد اللي راح حضر حاجة زي كده لا هي كمان فيه منها حاجة بقى احنا نتعلم يعني قصة دي او المشهد اللي شوفناه مبارح ده يودينا القصة ممكن نتعلم منها مبارح على فكرة كان فيه ناس حطين صور لصلاح زمان ايام يعني اه ايام نجريج وايام طبعا لما كان لسه يعني حالته متوضعة وكان لسه عنده طموح وكان لسه في بدايته فبيقول لك بص اشتغل على نفسك ثق في نفسك خلي عندك ارادة وامشي في الطريق وما لكش دعوه بعد كده التوفيق ده طبعا بتعرب بنا بس المهمة انا اكون عملت اللي علي دي اهم حاجة فشوف قبل وبعد عدوه فيه ناس كتير كانت حطة يعني حاجات زي كده فدي قصص نتعلم منها مفيش حاجة مستحيلة انت ممكن تنال احترام العالم كله زي ما قصة محمد صلاح يعني يمكن نقول اقرب شيء دلوقتي للموضوع ده اشتغل على نفسك ففيش حد ما عندوش موهب ربنا ادهاله مفيش حد ما مش بيتميز بشيء يعني فكرة بس ان انت تبدأ تقلل من نفسك انت كده دمرت اصلا حياتك كلها كلنا فينا عيوب كلنا عندنا مشاكل لكن برضو عندنا بجانب ده حاجات كتيرة ربنا مدهالنا فلازم نشتغل عليها فبجد ده محمد صلاح انت شكرا انك شرفتنا بس شكرا ان احنا كمان بنتعلم يعني من المشهد انبارح منك حقيقي صحيح لان هو بالفعل محمد صلاح لقصة كفاح ونجاح هو شخص الى جانب كونه ان هو استثنائي هو شخص ملهم بالمعنى الحرف للكلمة لجوعا للنقطة الان هوان ده كان بتتكلم فيها فعلا هي يمكن 10-12-12 سنة بالكتير بيفرقوا بين محمد صلاح في نجريك في باسيون وبين محمد صلاح اللي وقب يتجذب اطراف الحديث مع سموه الامير وهو حاطت يده في جيبه ده ممكن ياخدنا لحتة ايه ان احنا نصدق في نفسنا ونصدق حلمنا ويعني في ناس بتستكتر على نفسها حتى الاحلام انه هوان دولك اللي انا ليه اخر حاطيني نفسهم سقف محمد صلاح للأسف الشديد ده شيء ممكن تكون موروثات ممكن تكون عادات ممكن تكون افكار غلط في حياتنا بنشربها من احنا صغيرين اللي هو اردى بنصيبك عارفة الامثلة برضو للشعبية اللي بنسمحها وتقرر قدامنا في منها حاجات كارثية بتدمر الحياة بجد لو احنا امنا بيها فياريت كل واحد يؤمن بنفسه ومفيش حاجة فعلا مستحيلة زي ما بيتقال وهناك في امريكا يعني مثل يعني يقولك يعني ما فيش لمت انت احلم وحقق ليه لأ يعني بالزبط مبروك على كل حال حاجة كانت مشرفة جدا بجد مبارح